عاد إلى البلاد وفد مدارس مملكة البحرين بعد مشاركته في التصفيات النهائية من مسابقة تحدي القراءة العربي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حيث كان في استقبال الوفد في مطار البحرين الدولي سعادت الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم والأستاذ أحمد الزايد رئيس مجلس إدارة مدارس الإيمان وعدد من المسؤولين ومديرو المدارس المشاركة وأولياء أمور الطلبة المشاركين أعرب سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيم وزير التربية والتعليم عن خالص الشكر والتقدير للجهود المتميزة التي بذلت من قبل قطاعات الوزارة المختلفة ومن المدارس الحكومية والخاصة لتكون مشاركة المملكة ذات نوعية عالية تتناسب مع القيمة الكبيرة لهذه المسابقة حيث ارتفع عدد طلبة البحرين المشاركين هذا العام إلى حوالي خمسة وعشرين ألف طالب وطالبة من مائتين وسبع وخمسين مدرسة نجح قرابة ثلاثة آلاف طالب وطالبة منهم في تحقيق هدف المسابقة المتمثل في قراءة خمسين كتابا وأشار الوزير إلى أن حصول مدارس الإيمان قسم البنات على المركز الأول باعتبارها الأكثر تميزا بين 41 ألف مدرسة مشاركة في هذا التحدي هو تعبير واضح عن حجم الجهود التي بذلتها هذه المدرسة لرفع اسم البحرين عاليا في هذا المحفل الكبير معربا عن خلص الشكر وتقدير إلى القيادة الحكيمة يحفظها الله ويرعاها لاهتمامها ومساندتها ورعايتها المتواصلة للتعليم في المملكة اليوم تواجد في شرف استقبال هذه الكوكبة الكريمة التي مثلت مسيرة التعليم في مملكة البحرين بعد النتائج المبهرة التي تحققت ولله الحمد أيضا قد اتيحت لي الفرصة أن أنقل تحيات قيادة بلدنا العزيز لهذا الجيل وكذلك لأخوانهم في كافة المدارس وقبل ذلك زملاء عاملين في الميدان التربوي لا شك أن ما نلته وزارة التربية والتعليم ومدرسة الإيمان قسم البنات من إشادة واهتمام وكلمات التشجيع ستظل علامة بارزة واضحة في سجل التربية والتعليم ودافع لمزيد من العطاء والاهتمام ولله الحمد اليوم نجني ثمار الدعم الذي تجده الوزارة من قيادة بلدنا العزيز وأيضا ولله الحمد مشاريعنا التطورية مستمرة اليوم نحتفل بإنجاز عربي وقبله احتفلنا أيضا بإنجاز عالمي عندما حصلت مملكة البحرين من خلال مدارس الحكومية والخاصة في الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم التمس عندما حصلت مملكة البحرين على 45 درجة معيارية نسبة التقدم وكانت الأعلى بين جميع الدول المشاركة شاركت في تحدي القراءة العربي وحصلت على المركز العاشر على مستوى مملكة البحرين وبفضل اهتمام وزارة التربية والتعليم ومديرة مدرستنا الغالية ومعلماتها اللواتي شجعنني للوصول إلى هذه المرحلة في الحقيقة لا أعرف كيف أوصف هذه السعادة الغامرة التي أشعر بها إنها سعادة عارمة يا لها من فرحة لقد حققنا إنجازا كبيرا وعظيما للوصول إلى هذه المرحلة فأشكر مديرة مدرستي ومعلماتها وسعادة الدكتور ماجد بن علي النعامي وزير التربية والتعليم حققت لله الحمد المركز الرابع ولكل الفخر أكون من المدرسة التي فازت على مستوى الوطن العربي كامل في التحدي الذي أحيى روح القراءة لأمة إقراء التي كانت لا تقرأ ففي من هذا التحدي حققنا الهدف الأمي الذي بنيت عليه لبنة مدرستنا كما نشكر الوزارة لكل الجهود التي قدمتها في مساعدتنا في مواعيد المقابلات ومنحتنا العديد من الكتب والأشياء التسهيلات لهذه المسابقة أحب أن نشكر وزارة التربية والتعليم على جهدها الكبيرة التي تقدمه لنا السعادة تغموني لكوني أمثل وطن الحبيب مملكة البحرين وكذلك أشكر وزارة التربية والتعليم لإتاحة الفرصة لنا للتحدي على مستوى الوطن العربي وكذلك القراءة والسير في مسيرة العلم ويضاف ما تحقق في هذه المسابقة من نتائج مشرفة يضاف إلى العديد من الإنجازات التعليمية لمملكة البحرين ومن أبرزها ما حققته مؤخرا من تطور كبير في نتائج الاختبارات الدولية للرياضيات والعلوم حيث كانت نسبة تطور طالبة البحرين في هذه الاختبارات هي الأعلى على مستوى جميع الدول المشاركة